مرحبا بكم في هذه الألبة المباشر في اللقاء خاص مع واحد من اللاعبين والمواهب لخلقتها البطولة الوطنية يحضر معنا اليوم لعب لموليد مدينة الدار البيضاء لتزاد في 3 شهر أكتوبر 1987 لعب مع المنتخب المغربي المحلي والمنتخب الأول وعرف واحد الموسم السيثنائي اللي حق فيها هداف الدوري في الدرجة الثانية موسم 2008-2009 واللي كانت واحد انطلاقة مهمة في المسار الرياضي دياله حيث يتشجل 19 هدف واللي خلال لي الأضواء كثيرة ومن بعد اللي غدي نتاقل وهدي لعب أول موسم على فريق الرجاء الرياضي في سنة 2009 سعود لا نطول عليكم بزاف خاصة أن اللاعب اللي حاضر معنا اليوم فقد اظهر لكم في الشاشة ياسين الصاحي اهلان ومرحبا بك ياسين مرحبا أخوة محمودي وحسنية الشرف نكون معك ومرحبا للموشك هنا سعروا وكل شيء مزيان بصحة نيولوك بعدها بصحة نيولوك بعدها بصحة نيولوك بعدها بصحة نيولوك بعدها لا لا بصحة نيولوك بعدها شوف الليدرتي أحد تأتي معك الليدرتي أحد تأتي معك لا لا بالعكس فالواحد يقدر يشدك في نانستاغام وما يقدرش يشدك في أي موقع من الموقع للتواصل الشيماعي عندك واحد النشاط كتير كتير في نانستاغام ومحبين اللي كتتواصل معهم بواحد شكل رائع وكيبيين على مدى مكانة ديالك الجميلة وصل الجمهور المغربي في البداية يا ياسين كيف تفضل؟ بالنسبة للإنستاغام هذه اللوقيتها هذه وخصنا نحيشوا أحنا كامل وكيبيين بجموعين ولا ألا ما جيتش في الدرفية هذه الناس يقربوا منكم تتقرب منهم فادكم في المواد ما يكونش عندك وقت إن شاء الله ترجع لحيات كما كانت كل هذه يمشي في نكتب لي الله كلها يخدم كلها سافر ما يبقاش الوقت عند الناس تشوفوا في انستاغرام كنحاولوا نقربوا من الناس والناس يقربوا مننا ما هو الأغرب الأسئلة اللي توصلتها من الجمهور ديالك اللي حاول توصل معك ما هي ديغاك الليك تكدير في انستاغرام معهم؟ يعني كيحاولوا يدخلوا ربنا مستروا لحياتك شخصية يعني كيحاولوا يتقربوا منك واحد شكل كبير بزرق هو شوف الحمد لله قال الناس اللي كيدخلوا يتفرجوك كان قانتحكم معهم كان طلع عليك كان ما عنديش هذا اللي انه منطلعوش كان طلع كل شي يكلم ضحكوه كان دوزوا واحد من الساعة ساعة ضحكو بيناتنا ومشوف حالاتنا كان بعض الناس اللي شوية بحال دبشي واحد يقول لك بحال دبشاني ميصاجة بعدي يومين قال لي يا أخويا هلش ديال أبوني الفلان عني يدخل معاك حتى لهذا ال ادخل معاك الحياة الشخصية نعم يكيدخل معاك الحياة الشخصية هذه حاجة أخرى بحال ديال أبوني الفلان قال لي يا أخويا بايت نسولك بايت نسولك بايت نسولك بايت نسولك بايت نسولك هذا ما يبقى هذا ما يبقى أنا سوف نحترم جمعودي الراجا ونحترم رأسي ولكن عندما يدخلوا لك فلان بايت نسولك ولم يمكنني أن أجل من هذا هذا ما يبقى هذا ما يبقى هذا ما يبقى في أول السؤال اللي نتكلم فيه على المصارك الرياضي اللي بغنا نزيد نقرب الجمهور المغربي بسكرة عامة مشاغق الجمهور البيضوي والراجاوي في موسم 2008-2009 اللي كنت يتوجش في الهداف للدوري للخسم الوطني الثاني واش ياسين الصالحي كان من بين كان من بين دوك اللاعبين اللي كانوا كيف كان قولو مضربوا تعمارة صغرهم اللي تكرفص في الحصص تدريبية كان يعني كتدرب طريق على رجليك باش وصل للساندخانمون يعني كان واحد تضحيات سيتنائية باش وصل في واحد النيفو اللي تخليك أنك تشجلت 19 هداف ويكونوا عليك الأضواء وتوصل للقسم الوطني الأول وأول حاجة باش نقول لك نوضح لك لأهم أي واحد اللي لوصل شي حاجرة تلقاها تعدب لا في دومين دي الكورة لا في الخدمة لا في أي حاجة لما تعدبتيشرا ما توصل قليل اللي معت زاد لقاها مثقية كيف كان قولوه احنا هم طوف عنا تمحنت ولي زاد عدبني كتر ولي خلاني نتريني في نفس الوقت هو نهار قلولي يا ركما يد بالقلب ليسا تخلاتني إلا وما كانوا يتريني مرات أنا أتريني ثلاثة تحديت رأسي وبينت لي وبينت لي وبينتوا ماركة الحمد لله ماركة تسعة ثلاثة البيت وصفة كاس العرش هي خمسة وعشرين البيت الحمد لله وكان بغنشكر شي عبد الحق من ضوزة ولكن يعني المرض ديالك فشلو إنسان كيسمع أنه مريض بمرض القلب وكي مارس يعني الرياضة اللي ماشي كهواية يا حب كبير اللي خلاء انه يحترفها واش مكانش تخوف الحالة الصحية ديالك كيفش قنعتي العائلة باش أنا كتواصل في المصر هو العائلة ديالي العائلة ديالي الوالد والوالدة ما كيفهموش في الكورة ما كيسمعوا ولدهم مريض بالقلب اللي ولد الدرجة كان طلع بدرجة بشوية بشوية وصيغتوكينا واحد لوحدة حاجة أخرى بأن الكورة هي اللي بقاتلك سمحتي في القراية سمحتي في القراية وكي يقول لك أنت مريض بالقلب أنا ما تقبلهاش ابتدتك كنت كتلعب لعبت ليس بور مراجا لاحبت في سنيور في في العفارج لاحبت صغير وكان جريه كيف أشهد القلب ما نعرف بداية الليلة مينيم كادي جنيور فين كتلعبت في العفارج في حي المحمدي أحد يضاول طاس طاس يعني رغم ذلك كيف تعتبر نفسك أنك تحسب أنك ولد الفرقة لما كتلعبت الفرقة طاس أو لفرقة رجع لاحبت الفرقة اللي لعبت كثيرا وكنت بغاية من صوتك ستكون هي كثيرا ولكن شدت بداية ما ننسى خيرهم وأنا روض الحي محمدي أغلبية الحي محمدي الطاس والراجع بحل بحث فاهمت 18 فرقة كبيرة فاهمت وأخي كنت كنت محي محي مع الراجع كنتمشي 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 وكنتفرج في عربي الزاول مرة مرة كنتم حيث هذه الفرقة اللي بصراحة اللي كنتمشي دارنا وكنت كنتمش جامي كنتم صغير دراماسور باخر والراجع جيت لها لعبت عامين مع ساعة صداقي عامين كيف يجدرس ذيك العامين هذيك العامين ما قرحتش تعود حقاش مدرب ساعة صداقي يستقبلني بوحد تسيقبال يستقبلني بوحد تسيقبال اللي ندامجت فيه ضغياء وكان بغين نشكره أنا شنيت لكمية ساعة صداقي يكون قريب بوحد شكل كبير من اللاعبين وانو كيعتبرهم شعني أنا مدرب ديالهم وانو كيمرس عليهم وحد السلطة ولا شي حذا كيكون تصديق يقبل يالهم كأخو كأب ديالك يلعب معاك يدخل لا يدخل معاك داخل أو لا يدخل لا يضيع ما تشوف مدرب هكا ولا قلبتي ولا ماركتي كي تغوت مني ترى عالم أبوتي يستعدى بطمعه وتعب زيان مع فريق رجاء بضاوي يعني توشيه ألقاب كانت محطات مهمة ولكل كي تذكر عنه كأس العالم الأندية والموداليت والفرحة التي دخلتها في قلوب المغربة كاملين ولكن قبل من هذا الشرف ذي المشاركة والبلوه المباراة النهائية كان dengan الحديث وكنت تحددت تعليقlı مع حسين سيل stacked لعب السابق لفريق الجيش الملكي في 1913 كانت العصش مرف�장 GM The clarific most of these things لقب مسروق كثير من الأمور كانت خارجات الإعلامية اللي كانت نوعا ما موشينا وكيبقى واحد السؤال ديال وش فريق ليغوصل النهائي دي لكأس العالم هذا يكون محتاج أنه يسرق لقب خاصا بالإفكتيف القوية اللي كانوا يتميز بها اشنو رديك على الناس اللي كيشوفوا هذ أمور والناس اللي رجعوا لما تترك انها كانت تنربحوا نتيجة وكان معنا إيطار كبير محمد فاخع اللي اللي بنتوج بأسن واحد في القر عنده الخابرة وكانوا عدنا لعبات لنا 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 الموسم 2013 يعني في اعلان كانوا لاعبين متميزين كانوا مباريات اللي قلنا كان فوزوا بنتيجة و بآداء فساعدنا ثلاثة الفراقية بين المغريف فاسي والجيش المالي وفريق الرجاء مغريف 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 الكونيكشون شوية يعني أممكن الصابب ضعيف الصوز يمشي و يأتي أتبعي مغريف الواتساب سوف تأتي في الواتساب مغريف 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 على العموم يعني من بعد التسويج بهذا اللقب اللي كان غالي بشكل كبير المنافسة كانت مبنية على المشاركة دي الكأس العالم للأنذية يعني كانت الظهور الأول في كأس العالم للأنذية الثاني الفريق رجاء البيضاوي والأول هذا الجيل اللي كانت تعتبر كجيل ذهبي. عشنا ما أهم المحطات اللي عشيهم ياسين في المونديل يعني المكانشو حتيقة يعني في واحد الفطراء كانت مشكل ديال الكنسانتراسيون مشكل ديال التسيعدادات كان رحيل ديال محمد الفاخير وكان القدوم ديال المدربة التونسي البنزارتي كيف شعشو ديك الفطراء قبل من لكم توجدو الأولى المباراة وهو الفطراء مشينا كاس على ندياب المورال ما كانش تغسوك لنا كاس حرش كاس معني محمود كاس حرش كاس حرش كاس حرش كاس حرش كاس حرش وهذه السيمانا كنا خسرنا هذا ربحونا في كاس العرش وخسرنا معا في البطولة كاس حرش قد تتسيقه لدي محمد فاخير كاس حرش يعني سيطال مدرب في مباراة الآخرة يعني كاس العلم أنديا ما غيري أديروا تباولوا 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 سمعتيني أنا بحلت مشي الكأس العلم أنديو ما هي تديروا هذا أردت أننا نهبطوا نعود نطلع من بعد الراحل محمد فخير دوسوا الناس وكانت صعيبة بزاعة ورغم ذلك قدرتوا أنكم تجاوزوها المشكلة هي أنك تديروا تديروا ما هو تديروا في الواتساب لا تديروا لا تديروا المشكلة لا تديروا ما تكون حسنا لك تباولوا تباولوا أنا كتتعلق قلت لك بليراك كنت سمعوكم زيان ده مرحبا أختي مرحبا مرحبا هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ أنا من جيتي مزيان، أنا كنت أسمع الصوت ديالي، اللي مجرية هذيك، نشوف ياسين واشك يسمعني ولا لا هل تسمعك يا أخوة؟ صراحة جميلة، صراحة مزيانة تقنية ديالتصال عن بوعده وجراء الحوارات عن بوعده، لكن المشكلة الإنترنت للمرأة تتوقفه، هذه الأمور تقنية اللي كنحاولو دائماً تجوزها، ما كنش مشكلة، ما كنش مشكلة، ما كنش مشكلة، ما كنش مشكلة، تقدر تخرج وتعود هل تسمعني؟ حاول أنك تخرج وتعود دخل للتروديماري للإنترنت، غير اللي كنشفت لك تقدر تهونيت اللي تدخل ليه وتعود ترجع لك ساعة هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ ففي انتظار اللعب ياسين الصالحي اللي كلاعب حالي مع فريق رجاء بني ملال، وللأسف اللي كحتل مراتب متأخرة في البطولة الوطنية، كان يعني كلاعب محوري ولعب مهم، صاحب تجربة لدخل البطولة الوطنية في القسم وطني الأول ولا في القسم وطني الثاني، وأيضاً خارج البطولة المغربية، صدق حمل قامس المنتخب المغربي واللي قدم مستويات جيدة، ويكونك بقى دائماً واحد من الأمل ديالهد النادي خلال عودة البطولة الوطنية لما لا ياسين الصالحي يكون واحد من ابتمار لي قد يخرج رجاء بني من الأزمة دياله أهلاً ومرحبا بك ياسين، كنت سمعني؟ أسمعك أخويا، وأنا نشوفك، هذا بمزيان، ولو باقي، كنت سمعني؟ لا، هذا بمزيان، كنت سمعك، كنت مننا لا نعودش وش نوقعه في نفس الإشكال ديال الانترنت خارج عن إرادة ديالنا ياسين مرحبا، أريد سبحولي نوصر مرحبا، لا يوجد مشكلة، هذا هو المشكل الذي يعنيه بجل نسبة كبيرة من المغاربة ديال الانترنت أرجع للموضوع ديالنا، ياسين، يعني تكلمتي واحد مرحلة اللي عشوها كان ضغط نفسي رهيب كل شي كان يقول أن هذا الفرقة ستمشي، ستخرج من أول مباراة، ولكن كان العكس كما قلت لك، نحن كنا نمشينا، والناس نمشيقين شفيننا، إلا واحد نسبق لي إلى مجمور فريق الرجاء البيت مرحبا، والحمد لله، نحن لاعبين، كما مشينا الكنسانتراسيون، ولا مدرّيب الأولو، وجوز مباراة مهازمين، والمدرّيب جديد غادي يجي قبل من الماش وقيله وش نهار ولا يومين، كيف غادي يجي رأي المدرّيب؟ يعني إحنا نخصنا دا بان تكنسانتراو، عدرنا بيناتنا، نجمعنا، عدرنا على النقطة ديال الناس اللي ما كينا، ما تايقينش فينا، أنا راجح لبزاب ديال الحوي، والحمد لله، حاولنا نتغلبوا على ذلك الأشياء اللي كانت قبل مبارايات اللي تقصينا فيهم، نسيناهم، حاولنا نفكرنا في كاس عالم انديا، والحمد لله، ومشينا ماتش برماتش، الحمد لله، توصنا الفينا أنا فعلاً وكانت موضة كبيرة، وكانت واحدة مساندة رهيبة ديال الجمهور الرجاوي لف مدينة مراكوش، مدينة أقادير اللي كانوا استقبلوا هذة المبارايات، وين؟ أول جمهور الرجاوي لفريق الرجاوي، كاس العالم انديا، عنده جمهور كبير، وكيمشي معك، تيب ديال بلاسة معك، ومنسوش الجماهير مغاربة كامل، جمهور ديال المغرب كامل، منسوهمش، ومنسوش مدينة مراكوش وآقادير اللي حسينا براسنا بحلف كازم أولي كانت تنقل كبير من الجمهور الرجاوي لمدينة الدار البيضاء للمدن المراكوش أقادير اللي يخرج من العبارة ديال، الوليدة الرجاب باقا، صيفتي اللعقة صيفتي اللعقة بسهل بالنسبة لجمهور فريق الرجاء البيضاء، وديم عندهم ديبراسمو، كيف البوط، كيف أساعدية، كيف أي حاجة بالنسبة لوليدة الصيفتي اللعقة تايا جاءت في هذه المباراة، جاءت أخويا في هذه المباراة مع صيفتي اللعقة الرجا باقا، كيف أقول لك، واحد نسبة قليل، اللي كانوا يقول لهم شو نتفرجوه في هذا المات، ونجيه تصدقوا كارين تماما، تبقوا تكملوا معنا تونو كاملا أحد النقطة اللي كلك يتذكرها، اللحظة ديال كوكو، ومجموع من اللاعبين اللي كانوا تجمهروا على رولاندين يوخ، دولي، يعني الحداء الرياضي دياله، فلنش دخلتوا الفيسير، كيفاش عشو ديالك اللقطة الطريفة اللي كانت مدي اللاعبين؟ وهو أول حاجة كما قلت لك رونالدين، وكانت منه نتفرجوه في غف تيران، مباشرة، صدقنا اللاعبين، كنت نشوفه قدامنا، في نفس الوقت اللاعبين ضده أولا، كما قلت لك، حسننا الشرف بعد اللاعبنا ضده وضد لاحب كبير رونالديني، وكانت شرف اللاعبا، ما غاد تعودش هيك الفرصة كانوا بغوا لي سوفونير ديالو ولا شي حاجة مسيطة، طف يقل لي ما أنا معاكم أخوة اللاعبين بغيته، كلي خذالي سببات ديالو، كلي خذالي شور ديالو، وبين اللي هجبني، اللي هجبني كتر هو رونالدينيو، خاسر مقصي، وانده حاجة، بشعرفنا لعاب بروفيسونة، تبارك الله يعني تقبل بروح رياضي، تقبل هجيمة، وتبعلم على الخصم ديالو بطريقة رائعة جدا وانده حاجة ضفة البطريقة وله ديالو شرب اللاعبو لا يدخلين، سقطت مغير من Shawxi بانده حم Nonam بلالان احدى الويفي بويتين قلب لك الكناة قلب لك اخويتو لا 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 عارف لكي عارف لكي التجربة ديالكم في كأس العالم الأندية الوصول النهائي يعني سهم في الشرف الثاني أو ربما كان الناس اللي يكون يعتبروه بلقب وخانكم تحرمتهم من كأس العالم هو السيقبال المالكي اللي كنتوا حذجوا به في لحظة الدخول أو الكوالي سمعتوا الخبر ديال الاستقبال جلالة المالك محمد السادس رياضي الأول أن يستقبل فريق رجاء بكل مكونات دياله كيفاش كان الشعور كونكسو عندك يا محمود ممكن كتسمعني كونكسو عنده أنا كنتسمعك أنا كنتسمعك يا سمدين أنا صوت ديالك يعني للأسف أنا الجمهور الجاوي كانت انتظر هاد اللقاء بفارغ الصبر ولكن للأسف الانترنت خلقت لنا بعض المتاعب ديالك أسمعني يا عيسي كنتسمعك يا أخوة محمود كنتسمعك لك الصورة كنتسمعك لك الصورة لا لا كنتسمع لي أنا كنشوفك أنا كنشوفك واحد السؤال ديالأخير لك أننا كنتكلموا فيه يعني من بعد المشاركة الفريق رجاء على سيدنا على سيدنا سمعتوا سمعتوا أي يعني الكوالي سمعتوا الخبر يعني كيفاش عشون شوما الأجواء أوصلكم أول حاجة كيفاش نقول لك باش يجي سيدنا مالك البلاد هو والده يتفرش بك واحد هو ما جاش للتيران واحد لمدة طويلة وكانت ظروف في العالم كامل ما كانتش مناسبة العالم كامل كانوا لك اللي عنده التوراة كل اللي عنده مشاكل ديالوغ كانت في ذلك الوقاية ما كانش وشاق مع ذلك شاق هذا كان لنا شعرف كبير وحنا يا وسيغطو من نهار من جا وفتعدنا للتيران وسلمني عليه وقلنا أنا راضي عليكم وليذاتي الليدر توفاد المباراة راضي عليكم هذا رأي ما يمكنش هذك شي كيبقى في التاريخ وعوثاني من بقينا كنقولولي سيدنا سيدنا هو فهمنا قالنا رغادي نستقبلكم بقينا عوثاني رمك قداتها فرحة في هذه يومين اللي بقينا في الوقت رمك قداتها فرحة نحضرنا الأجواء الفرح اللي كانت أيضا في مركب محمد الخاميس اللي كانت جوزو في حفيلة وكان حتيفل كبير وكبير لزال المركب كان عامر كامل بالجمهور الرجاوي وتال المغاربة كاملين اللي قاعد المشجيعين كانوا فاتموا معكم تلك الفرحة ياتين نسولك على واحد النقطة هي المدرب اللي عن الشي معاه وواحد المرحلة يكون ياسين في جميع الطريقة الطريقة وكل مستخدم جيد ولكن ندخل بعض المرات ندخل يومين على الماتش لا يتكلم معك يقول لك دخل في السيار وطلع فوق الميزان إذا كان الميزان هو هدا قعد نقدر نقول لك بليرة الرسمية لك كينا شكونا مدريب 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 سعب أخبر شيخة ما مشكلة كان لك في الوزن يعني كنتيكت وشكونا تغش في الوزن أو كيف تغش لا الوزن بوحد وشكونا في الوزن لا لا سوف تغش عراسك لان لا سوف تغش عراسك سوف تغش وشمعك في الوزن أو سوف يغش بي أو أو سوف ينفع عراسك وقد قدر معي قبل الوزن ديالي حقاً لنوع ديالي وقالنا إلى مقايت عبارك وما كان ناكوش وما كان ناكوش غادي بزد في الوزن عندي واحد البوقس نديه من اللعنطرينه وما كان يحرارك ومن نفس الوقت كان طيح دغية كان طيح دغية وكان طيح دغية وذلك الشي اللي كانت معي سيموحا بسيبن الشيخة هذا الشي كان غال مصلحة أجمل دير بيع الشي واللي انتهى بفوز فريق رجاء البضاء واللي ماركيت فيه بثلاثة الواحد في كاس العرش أشنو القصة ديالك مع ياسي المياغي؟ مع المياغي؟ هو نادي المياغي من الحرارة في القبال اللي دازو في المغرب أنا ما ليش نقوله أنا الناس كاملة كتشي تبيق الفرق كالجماهية الفرق كاملة كتشي نادي المياغي من الحرارة اللي كان يحجبني وكما قلت لك نادي المياغي كنا في اللي كي تناصونال وكانت سيموحا قبل لكي لعبوا الدير بيع وكشار في اللي كي تناصونال لعب دير أوروبا كل رجاوي كل ويدادي بقينا كندو على الدير بيع شي كيقول المياغي غات تربحوا ياسين وكانت سيموحا قبل أن أتصبح مياغي وكانت سيموحا قبل أن أصبح مياغي وكانت سيموحا قبل أن يسلق وقتلها في دماغي سافي وميندازم حدايا ونقولها لي سافي مياغي هو رجال أليس ماركة حتى ما دمت على يا سيمك؟ دمت على فقط كل مجموع تكون جمعين وكانت معي وكانت سيدة متوسط بينك وإن النادي المياغي نادي المياغي عما دمت مع مخصصrick في مكان يذكرونك على هذه العبارة كيف يكون رب الفعل لك معهم؟ كان الولادي يمزاف وكل ما تفهمه وكل ما تفهمه بالنسبة لكل الناس يقولك شوف ياسين أنت كوي ري وعزيز علينا ولكن عارتكينا تقول لي من لا الله ما عارتكم القاسمين بالله ما عارتكم ومشيك طبيعتين عارتكم ميك أشرح لي ما تقول لك أخوارك مي شرحتيني أنا صافي فأحنا كنت تكلم على نادير المياغري ولي قدم القرى القادمة المغربية كان واحد الحريف آخر اللي كان قاد الملحمة المونديال هو خريض العسكرية اللي في نحية هذه المناسبة هذي ولكن كانت واحد القصة استثنائية لها مع فريق رجاء البيضاوي وكان ضحى بمنح مالية مهمة وكنت وراء مجموعة من لاعبين كنت وراء بش الضحى دياله في فريق رجاء البيضاوي حكونا بالأزلحق بعدها كيف شكوك تعيشو المراحل اللي كان غادي مكيفيها العسكرية وفي الأخر كتشبتو بي وكتساهمو باش أنه يبقى مع فريق الرجاء بسبل الخائل العسري كان جمعنا فريق الرجاء البيضاوي وكان كان إعارة كان برزق دخلوا oggi من قلبهم باديك من مساوي ذيالهم وكننا في الساعدية وذلك الساعة كان بغاى ترجع فريق تومك حيث انذ الساعة كان ميعارة واحدة سكاعة وكان لقع الماشاة في فريق الرجاء البيضاوي كان مصير في البوتو الفرق دياله بغاى ترجعه وكان بغاى ترجعه بغاى ترجعه وكن بغاى تكمل معانه صافي قدروا الإدارات بجوجه وقالها من إدارة الفريق الراجع بغاو إدارة الجيش المالكي وقالها باش خالي العسكري يجير الراجع خصو يسمح في فلوس دياله أنت بحالة الراجع اللي يفقر فلوس صافي الحمدول لده استفقاه وإحنا بقيتنا كالبيكي على راشيد البوصر يرحمه خاليد 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 أحسن جميعاً أجربة الجمهور ولكن أجربات المدينة وقد أجربت الإدارة دياله لواسل معنا لأننا أخرجوا للقرار نتقل كيمة حسابة كميت محلوب بدون يمثل معنا وستمرت كل المشكلة وكان الأمر بأخرا على الأخرا في التجربة الخارج البوطنية ماذا تقيمتك على المشاركة من بعد أن أخرجت من البطلة وحترفت خارج البطلة الدولة المغربة؟ عشان ماذا كنت راضي على الأداء التي تقدمتها؟ في الحتراف؟ الحمد لله راضي، كان من أول احتراف هو مع الكويت الكويتية في السبكاس الأمير وأحسن هتف وأحسن محترف الحمد لله راضي، الحمد لله و الحتراف الثاني هو مع الضفر الإماراتي، كنت بأخير كلاسي نحن الخامسين مع مرامة كلاسة و كنت في عشرة الماتشات ماركت حداث ربيت و لو وقيت حداث الماتش ماركت في عشرة، موين، أدو بجوش، واحدة فيهم كيف كانوا ملقبينك الجماهير الخارجي الدولي المغربة؟ و أدو في الكويت الكويتية كانت يبدو يغنيوا لي بحل دبها أنه في المغربة أغنية دراجة ديالها ها 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 ياسين الصالحي ثم في الكويت يبقى يقول له آه يا صالحي، آه يا صالحي و في الدفرة، في الدفرة كانوا يتعامل بلدية وكذلك، كانوا يخبروني ديالها و يبدو انتحاك، كانوا يقولوا لي، أغنية ربما اللعب ديالك وصروب ديالك تقنيه ونهارك بشكل كبير اللمسات ورغم ذلك اللي أصيس اللي كنت أبدأ بها مع المهاجمين رجاء بني ملال ربما كانوا معاولين عليك واحد نسبة كبيرة وفي الوقت اللي الكونيك سومشات عودتاني وغادين عاودون تسلنا وياسين صالحي هواكي عاودي بان مرحبا بك ياسين كانوا معاولين عليك يعني اللي كنت تكلمه على فريق رجاء بني ملال للأسف كيحتل الآن والمراتب متأخرة والارتبة الأخيرة في البطولة بعد القدوم ديالك يعني كانت واحد الاهتمام كبير بهذا التعاقود بالتوقيع معادي النادي ولكن في البداية ملقيتش ملقيتش المستوى ديالك والجمهورة يعني كان كيتناو الشيء الكثير من ياسين صالحي كيفش كتفصروا هاد المرتبة اللي كيحتلها رجاء بني ملال ربما العطاء اللي كانوا كينتظروا منك الجمهور أول حاجة قبل ما انسينا قد أمشي نفسي حظتوا ما زيخنا بياتنا ونظرنا كلنا وكانوا كيناو سيناتجوا عننا ونسينا اسقلوا نفسي نفسي أن نسينا اتخب في فرق وتخبأوا منك الجمهورة لا تقني بني ملال ورجاء بني ملال كان من مرتبة الأخيرة وانا كنت بارك شي تلت شهر وانا بارك مكتيش كاتف كتير بحدي كتير غير مل ماتشل ماتشل يمكي نورج كتير داراج كتير مرات مرات كنتريني مرات ماتش مرات لونتري ما كنا كنتريني فنوريا صافي باش يلا تجيب الفورم دي قبل كنا كنلعبو كنا كنلعبو كنا كنلعبو سيني وش كنلعبو ما ما بالنسبة لبني ملال اي واحد ما غاديش يمشي سيني في الفرق قادير بني ملال ماشي من امكانيات موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة